السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميعا يا رب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد ان شاء الله الفيديو النهاردة مش هطول عليكم بس انا مرت كده بتجربة حصلت لي يعني فحبيت اطلع احذر الناس منها او اللي ما كانش عنده معلومة او خلفية زي وحصلت له مشكلة احاول ان انا امنع اي مشكلة ممكن تحصل لحد الحكاية كده باختصار ان انا كنت متعودة طبعا ان انا استخدم اللي هي منظف الازن او سلاكة الازن على حسب ما بيقولوها وكنت بروح اجيبها من الصيدلية على حس ان انا اجيب حاجة نظيفة حاجة طبية حاجة بقى ضمنها ان هي تبقى مستخدمة يعني كويسة للازن وكنت معتادة ان انا انظف الازن كمان لاطفال يعني ان عندي طفلين توقم 3 سنين ونص ربناي خليه مبارك فيهم كنت دايما بنظف لهم الازن بتاعتهم يعني بسلاكة الودان فالمهم في يوم كده وانا نايمة امبارح بالزب كنت نايمة لقيت ابني فتح الدرج وطلع سلاكة الودان دي ورح دببها في وداني فطبعا انا ما كنتش نايمة سحيت طبعا على سرخة سرخت مرة واحدة ولقيت في ثانية في لحظتها على طول ان وداني كلها بتنزف دم وايدي غرقانة دم والمخات دا كلها غرقانة دم ساعت انا كنت حاسة ان الخلة بالزبط او اللي هي الستيك بتاعت الاوزن دي كأنها فزوري بالزبط كده من الجنب المهم ان انا حاولت ان انا انشف الدم دا يعني وحاولت ان انا اكتب موداني من التانية يعني واشوف ان انا سمعها بيها ولا لقيتني سمع بيها بس حاسة ان هي مكتومة زي ما يكون كده اما بتيجي تختصي في البحر ويخش في ودانك مية فتحس ان ودانك سمع بيها بس ايه زي ما يكون مكتوبة المهم فضلت كده قلت لا دا هي بس تعويرة او حاجة وان شاء الله هتعدي على خير بس طبعا فيه قلم شديد جدا في وداني فالمهم ان انا فضلت طولي اليوم على فترات متبعدة يعني كل ثلاث ساعات الاقي فيه دم بينزل من وداني والكاتمة دي بتروح يعني كل ما الدم دا ينزل من وداني الاقي الكاتمة دي راحت وداني فكت فالمهم اتصلت سألت الصيدلية وكده قال لي لازم تجري طبعا على دكتور لان ممكن يكون لقدر الله طبقة الاظن يعني حصل فيها صجب ويتعملك مشكلة قلت له رغم ان انا سامع بيها قال لي او رغم ان انت ممكن تبقي سامع بيها بس ممكن تسحي تاني يوم تلاقي ان حصل مشكلة كبيرة انت من انتش قدها فالصراحة انا جريت لو رحت مستشفى رسالة طبعا مستشفى رسالة كلنا عارفينها في المساحة اهو التاريخ واحد ستة الفين واحد وعشرين عشان ناس بتشوف مفرش رمضان ده بيفتكروا ان دي فيديوهات قديمة والله يا جماعة النهاردة اتنين ستة عشرين واحد وعشرين نهاردة يوم لاربعة وده هو تاريخ واحد ستة عشرين واحد وعشرين وده اسمي هو ستة وتلاتين سنة المهم رحت كشفت عند الدكتور طبعا دخل اللي هو المنظار الاظن ده قال لي طبعا فيه جرح في الغشاء اللي هو بيحفظ طبقة الاظن وطبقة الاظن سليمة الحمد لله وكتب لي طبعا على مضاد حيوي وعلى ادوية كتير جدا جدا من ضمن الحاجات اللي مستغرب لها انه هو الداني قطرتين كلهم للانف مش للاظن قال لي بس احنا بنستخدمهم للاظن لان المادة بتاعتهم احنا بنحتاجها في الاظن يعني لما بيبقى فيها جرح هو قال لي ممنوع دخول المية وكتب لي هو تحت ناسفة مضغ اللبان وشرب سويال كتير دافية يوميا يعني هو دكتور صراحة سوري مش مصري اسمه محمد عبدالله تقريبا دكتور ممتاز جدا وقمة في الادب والاحترام يعني هو الكشف طبعا في مستشفى رسالة عام ستين جنيه وهي مستشفى مضيفة وكل حاجة بس مش هو ده اللي انا جاي اقوله في الفيديو اللي انا جاي اقوله في الفيديو اللي هو في وسط الكلام بقوله انا متعودة ان انا انظف للاولاد بالسلكة دي قال لي انتي بتعملي فيهم اكبر زنب وده اللي انا جاي احذركم منه قال لي ان الاظن طبعتها ان هي بتنظف نفسها بنفسها ولو حب ان انتي ما تشوفيش منظر مش لطيف في الاظن يعني بالنسبة للاطفال بتجيبي منديل ورق كده وتلف فيه على صبعك انا اسفة وتمسحي من بره خالص انما السلكة دي غلط جدا لان في بعض الحالات بتبقى القطن بيتحشر جوه وبتحتاج ان هي تعملها عملية فطبعا الكلام صدمني وقال لي دي تنظف الاظن من جوه غلط جدا ومضر جدا وقال لي يمكن الطفل ردهالك علشان تيجي هنا وتسمعي الكلام ده وقال لي ممنوع منعا بتا ان انتي تنظفي اي اذن من خلال اللي هي سلكة الاظن دي وقال لي الناس صيدليات بيجيبوها للتجارة فقط مش ان هي حاجة طبية والله يا جماعة انا حبيت ان انا اطلق على النهاردة وحذر الناس يصعب علي اي حد يتعب او يشوف وجع او يشوف قلم فحبيت احذركم وحبيت برضو ان انا اقول لكم على حاجة ان انتم تحمدوا ربنا على اي حاجة ربنا يجيبها سواء وحشة او حلوة لان في بادئ الامر كان بادئ لي ان القصة دي طبعا خلتني اعايت وابقى خايفة يعني وانا راحة ممستشفى بس رجعت بعد كده عارفت ان هي نعمة وفضل من عند ربنا احمدك واشكر فضلك يا رب فيارب ما شوف لكم حاجة وحشة ويا رب تكونوا استفادتم الفيديو ويا ريتوا دوسوا لايك علشان رسالتي توصل لكل الامهات ان هي ما تستخدمش نظفة الاوزن دي او الاستيك بتاعت الاوزن خطر جدا جدا والله الدكتور حذرني منها جدا ارجوكي ما تنظفيش خالص لأي طفل بيسلكت الاوزن دي وربنا يشفيك ويعفيك ويا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته